المشروع مرسوم جوج 19-430 متعلق بتحديد المقادر المطبقة على البضائع والمسوغات المفروضة عليها درائب للسهلاك الداخلي وكذا المقتضاية الخاصة بهذه البضائع والمسوغات تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية من أجل تمكين الصناع الحلي والمجوهرات من وضع طابع يدعى طابع السائر يميز المسوغات من المعادن النفسة التي يقومنا بإنتاجها على أن يتم تدقيق هذه المقتضيات بالنحية العملية والهدف هو تسمين لإنتاج الوطني تقوية تنافسية المسوغات من المعادن النفسة تحسين جودتها مع ضمان مراقبتها وتتبعها قصد حماية المستهلك ومحاربة الغش